بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة مع مقرر ميكانيكا 2 الدرس الأول PIPES Networks المحاضرة الخامسة كنا قد عرضنا في الحصة الماضية كيفية حساب FLORATE لما يكون عندي LOOP في هذه الحصة نحاول حساب لما يكون عندي 3 Tanks والمطلوب هو إيش؟ مطلوب هو الدفاع نقطة الConnection بين 3 Tanks فالمسألة هذه تم إعطائي Tank A, B, and C إعطائي إيش؟ إعطائي الارتفاع ZA, ZC, and ZB اللي هما ZA, ZB, and ZC أيضا تم إعطائي بالنسبة للPipe A, D, B, D, C, D جميع المعطيات فهنا بالنسبة للA, D طولها Diameter Friction Factor الPipe الثانية B, D طولها Diameter Friction Factor والPipe الثالثة C, D طولها Diameter and Friction Factor المطلوب في هذه المسألة هو استخراج قيمة ZD أو ارتفاع Connection Point بين 3 Tanks فهنا في هذا الجدول وفي الحل تم عرض الجدول هذا بالنسبة للPipe A, D, B, D, C, D تم إعطائي طول بالنسبة لل3 Pipe زي ما قلنا الDiameter Friction Factor أو اسمحوا لي هنا الكي وFriction Factor F نقدر نحسب بحسب المعطيات هذوم نقدر نحسب إيش Hydric Resistance باستعمال المعادلة اللي تم عرضها في السلايد أو في الليكتشر رقم واحد أيضا استعمال المعادلة اللي عرضناها في المحاضرة الأولى اللي تقول لي إيش تقول لي Head Loss اللي هي ZD-ZD بسيوي Hydric Resistance دي شارج تربيع فهنا بين النقطة A and D Hydric Resistance A and D أيضا Flow Rate A and D فهنا بالمعادلة هذي نقدر نحسب إنه Flow Rate QAD يسوي زذر ZA-ZD على R أو Hydric Resistance AD في المعادلة هذي قلنا إنه إيش نعرف إنه الConnection Point يعني Q في D QAD plus QBD plus QC كم تسوي هنا شباب؟ يعني مجموعة المياه التي تدخل في النقطة D طبيعي جدا رح تسوي مجموعة المياه التي تخرج في النقطة D فإذا مجموعة هذو من الكل رح يكون A 0 فإذا هنا عندي الـ QAD تسوي حسب المعادلة الأولى ZA-ZD نفس الشيء تم تطبيقه على النقطة BD حسنا نستخرج Flow Rate QBD أيضا QCD باستعمال المعادلة هذي باستعمال المعادلة هذي رح نستعمل المعادلات هذوم الثلاثة QAD QBD QCD عشان إيش؟ عشان نحسب ZD مع معرفة إنه إيش؟ إنه مجموعة زي ما قلنا QAB بلاس QBD بلاس QCD تسوي لي إيش شباب؟ تسوي لي صف فهنا رح نحط أرقام كده بصفة اعتباطية لكن لازم إنه ZD تكون محصورة ما بين أعلى نقطة اللي هي ZA وأخفض نقطة اللي هي ZC يعني ثمانية متر ZD وZA اللي هي خمسة وعشرين أو ثنين وعشرين متر طيب فحطينا هنا ZD تسوي لي إيش؟ تسوي لي 15 تم حساب QAD QBD QCD باستعمال إيش؟ باستعمال المعادلات الثلاثة نجمعها لقينا هنا بالسالب قلنا إنه الهدف إنه إيش نوصل إلى سفر فلو حصلنا هنا السم بالسالب إيش نسوي للZD نقص ZD يعني كانت 15 نقص كده مثلا أخط عشرة نفس الشي استعمال المعادلات الموجودة فوق الجدول عشان وحساب المجموع القناة بالموجب إيش نسوي لو بالموجب طبيعي جدا نزيد ZD نفس الحساب هنا تحصل بالسالب إيش نسوي لZD نقص وهكذا دواليك لنوصل إلى value الvalue هذا لما نسوي المجموع تقريبا sumQ تسوي سفر طيب الحسابات هذه في طالب يمكن يقول إنه الحسابات هذه نقدر نسواها من الأول نحط كده أثناش مثلا فكأني اختصرت نصف الطريق أو نحط 11.5 أو إلى غير ذلك الحسابات هذه شباب قلنا هي تعريفكم كيفية الحساب لكن عادة في نمريكا الميثود يعني باستعمال الكمبيوتر تعمل برمزة للكمبيوتر عشان يسوي لك الحسابات هذه ولكن كمهانسين يجب أن نعرف طريقة الحساب هنا يكون خلصت المسألة هذه هل من الممكن حساب الزدي بذوت استعمال الجدول هذا يعني بدون استعمال الجدول هذا لو في طريقة ممكن نتلعي إليها عليها الحساب القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله